تشارك مع علي الشيخ ميبنت محمد الخليفة في حفل اطلاق التقرير العربي التاسع للتنمية الثقافية بعنوان الثقافة والتكامل الثقافي في دول مجلس التعاون السياسات المؤسسات التجليات والذي يسبق انطلاق المؤتمر السنوي فكر 15 الذي تعقده مؤسسة الفكر العربي بالشراكة مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في العاصمة ابو ظبي وذلك في الفترة من الثاني عشر الى الرابع عشر من ديسمبر الجاري وعن مشاركتها في هذا المحفل الثقافي صرحت معالي الشيخ مي أن دول الخليج العربية ترحب دائما بالمبادرات الداعمة للثقافة وأن دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تعتبر انموذجا مميزا للدول المهتمة بالثقافة وكل ما ينضوي تحتها من تراث وفنون وآداب وهذا ما نلمسه من خلال إصرارها على عرض ملف الثقافة في منصات يشهدها العالم كهذا المحفل المهم يذكر أن المؤتمر يبدأ أعماله بجلسة رسمية بحضور شخصيات ونخب ثقافية مهمة من صناع القرار من دول ملس التعاون الخليجي والدول العربية وأيضا مجموعة من ممثلية المنظمات والهيئات والاتحادات والمجالس الوزارية التابعة لجامعة الدول العربية